اشتركوا في القناة انه يرسخ في الذهن طبعا ما تكلم عن شعار ماك تكلم عن شعارات الشركات كلها شعار يرسخ في الذهن الذكرة اول ما يتكلمون عنه يجي في بالك بعض الناس سير عنده ولاء لبعض الشركات بسبب انه شعارها يعجبه كذا يرتاح فيه وهذا من ذكاء الشركات فالشعارات ترى مو مجرد حاجة كذا لوغو حطة وخلاص يا رجال يجي ما يجي ما فرقت لا ترى مدروس وناس ياخذون مبالغ كبيرة على صناعة اللوغو الخاص بالشركات فاليوم مقطعنا رح ناخذ رحلة بالزمن الى الوراء ونشوف كيف كانت شعارات الشركات في السابق مقارنة باليوم ونشوف ايش الاحلى ونقيمها مع بعض فبدوما نطول هيا بنا لننطلق حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات بذل الله رح تجيكم مقاطع جديدة الساعة الثاني الظهر توقيت السعودية هيا بنا لننطلق يا الهي يا الهي يا الهي طبعا اسمعنا ما رح طالع لكم الشعار هذا حق اي شركة الان او غاك تجلسون وتخمنون وتفكرون احين خلونا نحلل الشعار مع انه في كلمة واضحة لو قرأتوها بتعرفون هذا الشعار اي شركة الان هذا الشعار لوحدة من الشركات اول ما بدأت كان هذا الشعارها وزي ما نلاحظ موجود رجال جالس في نصف الصورة وفوقه شجرة وفي زي الألامة طالعة من تفاحة تنزل على راسها اللي هو نيوتن اتوقع اظن مادري ولا اظن نيوتن فهذا كان شعار الشركة وكان مكتوب فوق ايش ابل وهنا كمبيوتر دوت وهنا سي او فهذا شعار ابل شركة ابل يا جماعة اول ما اشتغلوا والحين هذا الشعار اللي احنا نشوفه الان قدامنا في نظري بصراحة يعني الشعار الحالي احسن بمراحل الشعار حق زمان يعني تخيل هذا الشعار الان انت تشوفه واضح لان نحن مسوين زوم ان بس تخيل موجوده على الجوال تخيل موجوده على لوحة ما رح تلقى تشوف التفاصيل ايش تفاصيل ايش هذا هذا ايش شعار ولا الكلام مو واضح ولا شي لكن هنا سموث ناعم سلس واضح تفاحة ومأكولة خلاص يترسق هنا يا حبيبي انا مدل ايش صراحة كانوا حاطين نيوتن هنا صدق يعني انهو اللي زي اظن هما قصدهم اللي اوه احنا زي نيوت كده اللي تفاحة على راسنا مو تفاحة الاجهزة واكتشفنا ليش ما نسوي احنا برضو جهاز مدري الله وعلم هذي قدعنا من عندي يا لطيف يا جماعة شوفوا هذا انا ما بحلف لكني واثق بنسبة ضخمة جدا 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 انكم ما رح تعرفون هذا الشعار تبع لأي شركة الان يلا بقول لكم هو متصفح هو متصفح زي سفاري زي كروم زي انترنت زي هذه يلا ها ساعدتكم صراحة هذا يا جماعة شعار موزلة فيرفوكس ايام زمان هذا متصفح للي ما يعرفه وهذه صورة الحين الحين انت هذه صورة شوفوا هنا هذه صورة الان لو انت ما كنت تعرفها هنا بتعرفها هنا اتوقع ما حد يستخدمها طبعا كثير انا صراحة مصدوم لانه اسمه موزلة فيرفوكس فيرفوكس يعني الثعلب الناري وفي الشعار الجديد واضح انه فيه ثعلب ونار بس هنا واضح فيه نار بس وين الثعلب انا قاعد اشوف في هذه بجعة ولا بطة ولا يوزة ولا اي شيء الا الثعلب ما ادني فين الثعلب في الموضوع ما انا يعارف لك كويس انه مغيره هنا صار احلى فانا اقيم هذا انه كانت خطوة مفقة ويب شعار الجديد هذا والله انه اصرف مرة اوكي هذا ما يحتاج انه نخفي الشعار الجديد هذا الشعار الجديد وهذا الشعار القديم انا قلت ما نخفي لانه كان واضح يعني من شكله انه مكتوب الكلمة نفسها لكن الفرق انه شالوا كلمة والت اول كان نسمه كذا والت ديزني وكانت باللون الاصفر شالوا فقط كلمة والت وغيروا حرف الدي هذا وغيروا الحروف فقط كتابتها ما تعبوا نفسهم حرفيا ويلى الان لا زالوا صاملين على هذا الشعار ديزني كذا بس ما في اي فرق وبصراحة الى الان انا مصدوم ان الشركات شعاراتها الجديدة والله تعتبر افضل ما في اي شركة الان جابت العيد في نظري قبل ما نروح للشعار اللي بعدها ابغت تحداكم تحدي بدون ما تغشون بيطاع لكم الحين شعار في الشاشة اتحداكم تعرفون هذا الشعار تابع لأي شركة في وقتنا الحالي الشركة لازالت قائمة لازالت شغالة لازالت ناجحة الناس تحبها ومرها شغالة زي الفل عشان ما احد يقول يا يوسف اتجبت شعار من جبار ما بعده في الشركة هذه لا موجودة وشغالة وعندنا موجودين في السعودية وفي كل مدينة تقريبا موجودة تحداكم هذا الشعار خاص بأي شركة اكتب في الكومنتات واذا كتبت وتتوقع عجابتك صح اكتب كيف عرفت الشعار الشركة اللي بعدها بصراحة برضو شركة متى عابت نفسها والفرق انهم غيروا الشكل اول تحستك اذا كان نفس النظام اللي مواصير بيكسلات غيروا الى شكل هذا الناعم الحاد كيف ناعم وحاد يوسف اختار واحدة ما يجي ناعم وما يجي حاد الحاد الحاد نفس الالوان نفس كل شيء ما فيه اي فرق يعني حتى الجي او لا ولا غيروا الالوان دقيقة الجي هنا كان اخضر صار ازرق ما ادري ليه الباقي الحروف كلها نفس الالوان فقط الجي اللي تغير ليه الله اعلم اول كان فيه لونين خضرة الحين صار فيه لونين زرقة هل لها معنى هل لها تحليل الله مش عارف ايش الاحلى يوسف طيب اول ولا الحين والله الان صراحة مرة الان افضل عن اول بمراحل كبيرة جدا او لطيف واستعيل واستعيل يا الله المشكلة انه مكتوب فيه كلام بحاول اني اغبش على الكلام بحاول بحاول يا رب اتحداكم هذا الشعار اللي قدامكم الان تبع لأي شركة والله انها شركة اغلبكم يعرفها والله انها شركة اغلبنا يعني يعني ايام زمان انه امتلكنا شيء من هذه الشركة اشدخل ماني قادر استوعب اشدخل هذا الشيء في الانتاج نفسه يعني ايدي قلنا اكون واضح معكم الحين انتم قاعدين تشوفون سمكة صح وفوقها مكتوب كلام وتحت كلام السمكة هذه المفروض يعني بيجي في بالك اذا هذه الشركة مثلا تبيع يعني مأكولات بحرية احب اقولك غلط ما لا علاقة في المأكولات وصفة عامة اقولك شيء ابعدك زيادة كذا اتوهاك هذا شعار شركة تقنية يب شعار شركة تقنية يلا طلعها يشوف تحداك تعرف ايش معا ايش هذا ايش معا هذا شعار شركة نوكيا للجوالات نوكيا سلام عليكم ايش الشعار المخيص هذا اكسم بالله كويس انهم غيروه يا ولد شو كان مكتوب طبعا هنا نوكيا بعدين هنا مكتوب اظن هذه اسم المنطقة يمكن او حاجة ما اعرف وهنا كلمة ثانية اظن اسم المكان اللي هم يشتغلون فيه او حاجة لكن هذه سمكة لا حد يقنعني ان هذه مثلا جوال ولا قطعة الكترونية هذه سمكة هذه سمكة شوفوا هنا يا لو والله اني مصدوب هنا الان يعني انا ماني فاهم يعني تخيل انك شراء جوال ومرسوم عليه وراء الشعار مكتوب نوكيا ومدري ايش وشعار سمكة يعني ابل ابل حاطين شعار تفاحة اش دخل التفاحة في التقنية ما لا علاقة صح لكن في وحدة حاجة وحدة خلت ان لها علاقة انه اسم الشركة ابل ابل بالانجليز يعني تفاحة لكن انتو الحين نوكيا يمكن معنى كلمة نوكيا سمكة والله الابحث ن او كي اي اي اوكي ما لا اي معنى ما لا اي معنى خلني ابحث في جوجل لحظة معنى كلمة نوكيا يوالله ما معنى كلمة نوكيا كان اسمه نوكيا نيفيترا وهي كلمة فيلندية تعني حيوان السمور اوكي بس والله معلش معقد هذا الحيوان ما حد يعرف ان لا انتو دقيقين خلنا اكتب اسمه خلنا شوف صور هذا الحيوان الله يكرمكم اه سمكة تقريبا و هنا بقون يقنعوني ان هذا هو هذا يوالله يوالله السقورة خلونا نكتب سمكة السمور يمكن في سمكة ايوالله والله فيه ايوالله فيه اوكي اوكي اجل اللي قبل شوية الموقع كيس لنا اعطانا قال ايش قال حيوان السمور اللي هو هذا لكن هي سمكة ونوعا ما السمكة هذي تشبه هذي جايزين المقارنة اوه والله فيه شبه اقسم بالله شبه ضخم جدا نفس الفيس يا رجال اوكي الحين احنا ننصف نوكيا تمام شعارهم طلع ما اخوذ نوكيا انو هذا اسم السمكة هذيك ومقبولة الفكرة لكن ما هي عندنا عندهم مقبولة لان احنا ما نعرفش السمكة دي ولا نعرفش نوعها ولا دارينها انجلطنا دا الحين كلنا بعد ما استكشفنا طلع انو مقضينها على اسم هذا السمكة اللي ما حدرها عنها اللي هم يا رجال اوكي هذه واضحة من اسمها انا راح اخفي الشعار بس اول ما اقول الاسم راح تعرفون الشركة كلكم ليجو ياه ما اتوقعت انكم ما حتعرفونها ليجو اللي هو شركة العاب المكعبات وفي انا عندي هنا صراحة فلسفة بسيطة اول ليجو كانت حوافها حادة مرة والشركة هذه اللي ما يعرفها تبيع مكعبات تمام مكعبات زي ما انتم شايفين الحين قدامكم كل الصور فيها مكعبات لشركة ليجو وكلها مكعبات حوافها حادة صح؟ طيب قاموا هنا غيروا الشعار من شعار كانت حوافها حادة زي المكعبات الى الشعار تحس انه مطاط جل كذا مرن سفنجي بالوني مع انه الالعاب اللي جو يعني حادة فانا صراحة في رأيي حاجتين لو سواه بتكون احسن لو حطوا اللون الاحمر هذا انا معهم حلو لكن الخط اللي جو لو خلوه حاد زي كده يبقى احلى لانه من يستتبع مكعبات حوافها حادة مربعات وزي كده فما يستطيع تحط كده الشعار بالوني واللي جوه اشيء احد مادر يحسن مين رأيك بصراحة فهذا التعقيب احذر فيني قاعد اعطي تفلسفة محذر عني لكن اعطوني انتوا رأيكم هل توفقوني في هذا الرأي ولا لا يا اله يا جماعة كحلوا عيونكم خلاص كحلوا عيونكم بهذا الشعار الماثل امامكم وتوقعوا ما هي الشركة الخاصة بهذا الشعار سابقا هي شركة الى الان نشتغل فيها ومعانا ومهمة واساسية ولازالت ناجحة وشغالة وكل شي طبعا الشعار هذا فوق فيه كلمة وتحت كلمة اخفيت الكلمتين عشان لو قرأتوا بتعرفون اشياء الشركة لكن تخيلوا يعني قدامكم هذا التمثل طالع منه الفين سلاح فأس على مادري ايش على مادريش هذا اشياء خاصة بتقوسهم الخاصة ايش الشركة كانون يب كاميرا كانون يا عزيزي المتابع زمان تروح تشتري كاميرا كانون يطلع لك هذا الشعار كده في الكاميرا موجود وكانوا كاتبين فوق كاميرا حلو وتحت هنا كانوا كاتبين كوانون كوانون شكلوا هذا اسم التمثال حقهم وشكلوا يرمز لحاجة خاصة فيهم لكن بصراحة اقولها بالفم المليان ما احد مهتم لذلك غيروا اسمها لانه معرفوا اكتشفوا بعدين انه فعلا تروا ما احد مهتم غيروها الى اسم كانون باللون الاحمر بالخط المميز هذا وبصراحة اصفق لهم لانه لو ما غيروا اتوقع انه كان كان فشل والصدق ايش هذا ما له اي علاقة في التقنية هذا التمثال يا رجال رح نقطب مقطعنا اليوم بالشعار اللي موجود قدامكم الشعار هذا اتوقع ممكن بعضكم ممكن يجيبه ممكن يجيبه بصراحة انا انصدمت لما شفت الشعار طبعا الشعار مكتوب تحته كلام لكن اخفيت الكلام عشان بحاول اساعدكم خلاص شركة لازالت شغالة الى الان شركة تبيع منتجات شركة عريقة وقوية اول حرف من اسمها حرف الاي عشان كده هم حطوا زي الاي كده وفي الروس طريق يب اتوقع على اغلبكم جابها هذا كان شعار شركة امازون سابقا اول ما ابتدأت ولكن الان وصل الى الشعار الحالي اللي نوعا ما اعتبره شعار بسيط جدا شفوا امازون تحته زي السهم اللي زي اللي احنا حنوصل لك المنتج وفي نفس الوقت جاي كأنه زي الابتسامة بس شعار بسيط مرة مرة بس احس انهم لازالوا يقدرون يبدعون ويطلعون شعار مختصر اكثر واحلى طبي حلوين كده وصلنا نهاية مقطع اليوم اتمنى المقطع حق اليوم عجبكم لو تبغون جزء ثاني تروا لا زال في شركات كثيرة مرة شعارات سابقة وشعارات حالية لو تبغون جزء ثاني اكتبوا في الكومنتات ولا تنسون السؤال اللي سألتكم اياها هذاك شعار اي شركة تتوقعون في زماننا الحالي حداكم تجيبونها سبحانك الله ومو بحمدك اشهدون الان سورة بليك والسلام عليكم هذا الشعار ما ادري كده معطيني شعور لي ينفع يكون على شعار شركة شطة شكرا للمشاهدة